المجموعة الخماسية الخاصة باليمن تؤكد دعمها لجهود الأمم المتحدة في تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في الثاني من شهر آبا المقبل تلك المجموعة التي تضم السعودية وعمان والإمارات وأمريكا وبريطانيا اتفقت على ضرورة أن تؤدي العملية التي تقودها الأمم المتحدة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم والوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستند على الاتفاقيات السابقة وقرارات مجلس الأمن لكن التمديد الهدنة لا يعني أن السلام أصبح وشيكا في البلاد فالهدنة من الأساس لا تزال هشة وتضافرت مجموعة من تحولات القوى في ساحة المعركة والتوسع المهدد لهجمات الهدين عبر الحدود وسلسلة الأزمات الاقتصادية والإنسانية تجعل التمسك بالهدنة الحالية وتمديدها هو الخيار المتوفر في ظل الظروف الحالية وفي بيان لممثلي المجموعة الخماسية في اجتماع نفس راضي استضافته بريطانيا دعا البيان ميليشيا الحوثي إلى إبداء مرونة في المفاوضات بشأن الطرق المغلقة حول تعز وفتح الطرق الرئيسية فورا وضرورة تحسين حرية تحرك المدنيين في أنحاء اليمن وأهمية توصل مع الأمم المتحدة إلى حل مستدام لمشكلة فتح الطرق وبهذا الخصوص ذكرت وكالة رويترز أن الأمم المتحدة تضغط على الأطراف للاتفاق على تمديد الهدنة لستة أشهر والتي ستكون الأطول في الصراع المستمر للعام الثامن على التوالي ومع استمرار حصار الحوثيين للمدن اليمنية وإغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية التجارية والحد من تدفق الوقود إلى ميناء الحديدة يواجه السكان واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في اليمن والعالم ترجمة نانسي قنقر